الآن نطلق لعملية التعديل فمبدأنا عملية التعديل نحتاج أن نعمل assign مرة أخرى للبيانات نسبة للحقل المعني فأحدد كل هذه الحقول وأرجع لها البيانات فأذهب على properties multi وأقوم بعمل sets على البيانات الحالية طبعا فيمكن أن تقوم بعمل أو تغيير المodifiers الخاص فيها إلى public وأيضا لا تنسى أن الحالة مالتنا هنا في الأعلى هذه الحالة أيضا نضبطها على أساس تكون عندك public باعتبار أنه أنت راح تبدأ ترجع نفس البيانات ثم على ذلك أقوم بالذهاب على الافارة وقوم بالدخول على عملية التعديل وعدنا هنا أعدي الـ id لأخذ بنظر الاحتبار ولكن بدل أنه تكون عندك هنا tbprojects راح تكون عندك tbh tbusers فترجع هنا على tbprojects ونغير إلى tbusers أو tbtask ثم على ذلك أرجع على عملية التعديل أدخل على عملية التعديل tbh نفس العملية السابقة نفس عملية التعديل تماما لكن راح تبدأ تختلف عندك عملية يعني أنه تعمل assign نسبة إلى id معين فعلى هذا الأساس أن الحقول هي نفسيتها فأخذ هذه نفسيتها ما في أي اختلاف فيها أوكي هذه هي نفسيتها نأخذها copy ثم نرجع على عملية التعديل هذه عدنا عملية التعديل أقوم بالتعديل عليها بشكل مباشر ولكن بدل أنه تعديل هنا راح تكون عدي عملية إضافة راح تكون عدي عملية تعديل إضافة لذلك ما أنسى أنه أعمل assign ال id فأنا أعدل على id فأوكي أقل لعدي add.h.id راح يساوي لل id بهذه البساطة ثم على ذلك أقوم بعرض الشعار أو الإشعار الخاص في عملية التعديل والكلام هو نفسيته يعني ما في عندنا أي مشاكل الآن طبعا نرجع على start أوكي عندي هنا code أدي مشكلة أوكي قل هنا start قل هنا no في مشكلة هنا هذي المشكلة طبعا نعمل new from from هذي في عملية الحذف طبعا خلينا نحاول إلى تعليق حاليا الوقت الحالي إلا هنا start نشيك على عملية التعديل هل إنه تنجح أو في مشاكل مثلا نقوم بالتعديل على هذه الحالة اللي هي الحالة الغير المكتملة لو تشاهدها فنقل هنا تعديل ثم على ذلك نقوم بأعطاء اسم لهذه الفعالية ولتكون اسم الفعالية A1 أوكي ثم على ذلك تكون عندي اليوم أوكي ثم على ذلك نقل له إضافة أو تعديل تمت عملية التعديل بنجاح لو تحدث البيانات المفروض هذه الفعالية تبدي تتغير اللي هي تمت تغييرها إلى اليوم إذن تجرى عندي عملية التعديل بنجاح